تلت سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلت سنوية تلت سنوية بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلب الطلبات السنوية العامة أهلا بيكم على قناة مدرستنا ثلاثة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة هنستكمل مع بعض أحد الدروس المهمة في التفاضل وهو إيجاد المساحات باستخدام التكامل خدنا في الحلقة سبق التكامل المحدد النهاردة هنتعلم إزاي نجيب مساحة منطقة محددة بمنحنة ومحور السنات أو محور الصداد وأيضا إزاي نقدر نستخدم التكامل في إيجاد منطقة محصورة مساحة منطقة محصورة بين منحنين تعالوا على بركة الله نبدأ حلقتنا ونشوف إزاي نحصل على المساحات باستخدام التكامل في البداية لو عندنا دالة متصلة على الفترة من ألف لبا دالة دال متصلة على الفترة من ألف لبا وكانت ميم مساحة المنطقة المحددة بمنحنة دالة دال ومحور السنات والمستقيمين سيم بيساوي ألف وسيم بيساوي با وحبينا نجيب المساحة زي ما هي موجودة قدامنا في الشكل هنبص مع بعض في الرسم الموجود قدامنا منحنة دالة دال مرسوم أعلى محور السنات يعني دال سيم أكبر من أو بيساوي صفر وعايزين نحسب المنطقة المحصورة بين المنحنة والمستقيم سيم بيساوي ألف والمستقيم سيم بيساوي با المساحة بتساوي التكامل المحدد للدالة دال من ألف لبا بسيطة وسهلة طب لو كان المنحنة دا يا مصدر محمد موجود أسفل محور السنات هنبص مع بعض على الرسمة اللي موجودة قدامنا لو دال سين أقل من أو بيساوي الصفر أي المنطقة أسفل محور السنات هنا المساحة هتساوي سالب التكامل المحدد يعني سالب التكامل المحدد للدالة دال من ألف لبا طبعا التكامل المحدد للدالة دال من ألف لبا هتطلع قيمته سالبة ضربناه في سالب ليه؟ بره التكامل عشان المساحة بتكون كمية مجابة أو ممكن نقولها بشكل تاني هو القيمة المطلقة للتكامل المحدد للدلدال من ألف لبه لو قطع منحنة دلدال محور السينات عند نقطتين جيم ودال يعني فيه أجزاء من المنحنة أعلى السينات وأجزاء أسفل السينات وجيم ودال بينتمل الفترة المغلقة من ألف لبه زي ما هم موجودين قدامنا في الشكل لو كان الدال سين أكبر من أو بيساو صفر هللاحظ كده مع بعض ده موجود في المنطقة من جيم لدال تبدال سين أقل من الصفر في منطقتين من ألف لجيم ومن دال لبه المساحة اللي هي ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم تلاتة هتساوي مقياس التكامل المحدد من ألف لجيم للدلدال ليه حاطنا مقياس لأن الجزء ده موجود أسفل محور السينات فالتكامل المحدد هيطلع بالسالب والمقياس هيشيل الإشارة السالبة زائد التكامل المحدد من جيم لدال للدلدال هنا ما حطناش مقياس ليه عشان المنطقة هنا أعلى محور السينات زائد التكامل المحدد من دال لبه وحطناه أيضا في مقياس عشان المساحة هنا موجودة أسفل محور السينات لاحظ كده معايا الملحوظة دي مهمة طبع وضع علامة القيمة المطلقة للمنطقة 2001 و 2002 ليه لسه إلينا حالا لأنهما تقعان أسفل محور السينات طب المنطقة التانية ما تحطش فيها كده ليه لأنها موجودة أعلى محور السينات مساحة المنطقة المستوية المحصورة بين منحنيين إزاي يحصل عليها؟ تعالوا بص مع بعض على الرسم اللي موجود قدامنا في عندي دلتين دل دل صد واحد بيساوي دل دل ودل ره صد اتنين بتساوي ره سين وعايزين نجيب المنطقة المظلنة اللي باللون البرتقاني اللي موجود قدامنا بعمل إيه؟ منجيب المساحة المحصورة بين المنحنة اللي بيمثل الدل دل ومحور السينات من ألف لبه والمساحة بين الدل ره ومحور السينات من ألف لبه وبعد كده نترحم من بعض فبالتالي المساحة تساوي تكامل من ألف لبه الدل دل سين مقصد دل ره سين تعالوا ننتقل بقى ونشوف مجموعة من التمارين المهمة جدا على صبورتنا أول سؤال معنا إذا كانت مساحة المنطقة المحددة بالمنحنة صب يساوي سين تكعيب والمستقيمات صب يساوي صفر وسين بتساوي اتنين تساوي نقط طلب مني مساحة المنطقة المحددة بالمنحنة والمستقيم صب يساوي صفر صب يساوي صفر ده اللي هو محور السينات والمستقيم سين بيساوي اتنين ده مستقيم رأسي عمودة على محور السينات عند الاتنين يا ترى المساحة يتساوي كم؟ تعالوا تشوف مع بعض كده إزاي أرسم منحنة دلة صاب بتساوي سين تكعيب صاب بتساوي سين تكعيب رسمتها بالشكل ده في الربع الأول وفي الربع الثالث المستقيم سين بيساوي اتنين هيكون معانا مستقيم رأسي بالشكل ده المنطقة المحددة بين المنحنة ومحور السينات والمستقيم سين بيساوي اتنين هي المنطقة المزللة قدامنا المساحة تساوي ايه؟ المساحة تساوي التكامل المحدد يا ترى البداية بتاعتنا هتكون كام صفر والنهاية اتنين يبقى تكامل من صفر لاتنين سين تكعيب ده السين أما نكامل السين تكعيب هتكون عبارة عن ربع سين قصة 4 زودنا على القس 1 وأسامنا على القس جديد من صفر لاتنين تعالوا بالاتنين اتنين قصة 4 ب16 في ربعة ب4 وانما نعود بالصفر الناتج هيطلع بصفر 4 نقص صفر طلعت المساحة في النهاية بتساوي 4 وحدة مربعة تعالوا تشوف مع بعض إجابتنا يبقى الإجابة عندنا هتكون الاختيار جيم السؤال التالي مساحة المنطقة المحددة بالمستقيمات صاب بيساوي 2 سين مقص 3 وصاب بتساوي سين زائد واحد والمستقيم سين بيساوي 2 تساوي نقط يطر 2 ولا 9 ولا 2 ولا 3 ولا 6 في البداية محتاجين نرسم المستقيم الأول والمستقيم الثاني والمستقيم الرأس السين بيساوي 2 محتاجين نحصل على نقطة تقاطع المستقيمين 2 سين ناقص 3 وسين زائد واحد إيه رأيك لما نساوي 2 سين ناقص 3 بسين زائد واحد للحصول على نقطة التقاطع تبقى سين هتساوي 4 يبقى هتقاطعه عنده نقطة الإحداث السين لها هيساوي 4 طب الإحداث الصادي عوض في المستقيم الأول هيطلع لك بخمسة أو عوض في المستقيم الثاني أيضا هيطلع لك بخمسة يبقى نقطة التقاطع هتكون 4 و5 تعال نرسم مع بعض كده المستقيم الأول والمستقيم الثاني المستقيم الأول صب يساوي 2 سين ناقص 3 هيطلع محور الصادات عند السالب 3 وكمان هيطلع المستقيم الآخر عند النقطة 4 و5 ده الخط المستقيم الأول طيب المستقيم الثاني صب تساوي 7 زائد واحد هيطلع الصادات عند الواحد وهيطلع المستقيم الثاني عند النقطة 4 و5 اللي قدامنا ده رسمة المستقيم التاني تعال بقى نشوف مع بعض المستقيم سين بيساوي اتنين المستقيم سين بيساوي اتنين أهوت ده مستقيم راسي فين المنطقة المحصورة ما بينهم هي المنطقة دي طيب يبقى أنا هكامل عشان أحصل على المساحة هكامل تكامل محدد من اتنين لاربعة بس يا ترى مين اللي يتحط الأول يا ترى المستقيم سين زاعد واحد ولا المستقيم الآخر اللي هو اتنين سين نائس ثلاثة اللي أعلى عندنا هو المستقيم ده اللي هو المستقيم سين زاعد واحد فبالتالي المساحة هتساوي التكامل المحدد من اتنين لاربعة وهنترح سين زاعد واحد نائس اتنين سين نائس ثلاثة طيب تعالوا نطلع مع بعض ناتج الطرح عشان بعد كده نكامل سين نائس اتنين سين أصبحت سالب سين واحد زائد ثلاثة أصبحت أربعة يبقى أربعة ناقص سين لما نكامل اللي أربعة تصبح أربعة سين والسالب سين تبقى سالب نص سين تربيع من أتنين لأربعة تعال نعود مع بعض لما نعود بالأربعة 4 في 4 ب 16 ناقص نص في 16 هتصبح 8 بعد كده ناقص لما نعود بالأتنين 2 في 4 ب 8 ناقص نص في 4 اللي هي ب 2 أصبح الناتغ 16 ناقص ثمانية بتمانية. ناقص ستة. طلع الناتج بيساوي اتنين. يبقى المساحة المحصورة بين المستقيمين. صاب بتساوي اتنين سين ناقص ثلاثة. وصاب بتساوي سين زائد واحد. والمستقيم سين بيساوي اتنين. طلع بتساوي اتنين واحدة مربعة او اتنين واحدة مساحة. نشوف مع بعض الاجابة. يبقى الاجابة هيكون الاختيار الف. السؤال التالي. سؤال رائع بصراحة السؤال ده جميل جدا مساحة المنطقة المحددة بالمنحنة صابت ساوي جزر 4-10 تربيع ومحور السينات مقدرة بالوحدات المربعة مبعيا محتاجين نجيب نقاط تقاطع المنحنة ده مع محور السينات هناخد الصاد ونحطها بصفر هتطلعنا نقاط التقاطع سلب 2-0-2-0 بس أنا عايز ألفت نظرك لمعلومة مهمة سيادتك لو بصيت معايا على المنحنة صابت بيساوي جزر 4-10 تربيع لو ربعت الطرفين هتبقى صاد تربيع بتساوي 4-10 تربيع تبقى سين تربيع زائد صاد تربيع بتساوي 4 العلاقة اللي قدامك دي بتمثل معادلة ايه؟ معادلة دايرة برافو معادلة دايرة نص قطرها بيساوي 2 يعني نق لها بيساوي 2 طب يا طرع صاب بس بتساوي جزر 4-10 تربيع هتمثل ايه؟ معادلة نص دايرة اللي اعلى محور السينات طب لو كوان قدام الجزر دا سالب كنت هتمثل معادلة نص دايرة اسفل محور السينات يعني بمعنى صح بتعايز تقول يا مصر محمد ان المنحنة صاد بيساوي جزر 4-10 تربيع دا معادلة نص دايرة مرسومة اعلى محور السينات ونص الدايرة دا طول نصف قطرها بيساوي 2 وحدة طول فبالتالي المساحة اللي قدامنا ديت انا اقدر احصل عليها من غير التكامل المحدد اقدر اقول بسرعة فورا اقول بسرعة ان المساحة بتساوي نص مساحة الدايرة يبقى نص باي نق تربيع يبقى المساحة تساوي نص باي فيه النق باتنين اتنين تربيع باربعة يبقى المساحة طلعت في النهاية اتنين وحدة مربعة فكرة جميلة جدا وفكرة بسيطة نشوف مع بعض الاجابة الاجابة عندنا طلعت اتنين باي وحدة مربعة السؤال التالي في الشكل المقابل اذا كان التكامل المحدد من الف لجين للدال لدال نقص تمانية التكامل المحدد من به اللواو للدال لدال بيساوي صفر وكان ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم تلاتة بيساوي تلاتين وحدة مربعة فان ميم اتنين تساوي اربعة ولا واحد ولا تلاتة ولا اتنين وحدة مربعة عايزين نفهم مع بعض ملحوظة انا قلتها قبل كده وهي لو المنطال احنا مطلوب مساحتها اعلى محور السنات يبقى المساحة بتساوي التكامل المحدد طيب لو موجودة اسفل بناخد القمة المطلقة او بنحط اشارة سالبة للتكامل عشان ناتج المساحة لازم يطلع بالموجة فانركز مع بعض التكامل من الف لجين يا ترى هيساوي ايه هيساوي ميم واحد ناقص ميم اتنين عشان موجودة اسفل زائد ميم تلاتة يبقى العلاقة اللي هو اعطوها اللي في البداية دي اتباطة انا اقدر ترجمها بسرعة لي ميم واحد ناقص ميم اتنين زائد ميم تلاتة يبقى انا ترجمتها لميم واحد ناقص ميم اتنين زائد ميم تلاتة ناقص تمانية التكامل من به الواو للدل دال انا احولها من واو لبه عشان ابدأ من الواو واروح للبه يبقى نحط اشارة سالبة برة يبقى زائد تمانية تكامل من واو لبه الدل دال سين طبعا الكلام ده بيساوي صفر يبقى ميم واحد ناقص ميم اتنين زائد ميم تلاتة التكامل من واو لبه هيساوي ميم ولا سالب ميم اتنين سالب ميم اتنين لان المساعة هنا اسفل سالب تضرب في تمانية يبقى سالب تمانية ميم اتنين بتساوي صفر ومنها لو جمعنا ميم واحد ناقص تسع ميم اتنين زائد ميم تلاتة بتساوي صفر خلاص هنسمي دي المعدل رقم واحد وهو أعطيني معطى جميل جدا أني ميم واحد زائد ميم اثنين زائد ميم تلاتة بيساوي تلاتين دي المعادلة رقم اثنين طلب ميم اثنين إيه رأيك أطرح المعادلة التانية ناقص المعادلة الأولى ميم واحد ضعت مع ميم واحد ميم اثنين ناقص سالب تسعة ميم اثنين يبقى عشرة ميم اثنين ميم تلاتة ناقص ميم تلاتة ضاعه تلاتين نقص صفر تلاتين نقسم على عشرة يبقى ميمة اتنين طلع بتساوي تلاتة واحدة مربعة فكرة اعتمدت على فهمك للعلاقة بين التكامل والمساحة لو كان المنحنة موجود أعلى أو أسفل محور السناد نشوف الإجابة يبقى الإجابة عندنا هككون الاختيار جيم تلاتة واحدة مربعة سؤال التالي إذا كانت مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنيين صاب بتساوي سين تربيع وصاب بتساوي كاف سين حيث كاف أكبر من الصفر تساوي تساوي تسع على اتنين واحدة مربعة فإن الكاف تساوي نقط في البداية يحتاجين نحدد المنطقة المحصورة بين المنحنيين هساون ببعض لإيجاد نقط التقاطع فهساوي سين تربيع بكاف سين تبقى سين تربيع ناقص كاف سين هتساوي صفر ناخد سين مشترك يبقى سين ناقص كاف تساوي صفر منها السين بصفر ومنها السين بتساوي كاف يبقى السين أصبحت بصفر والسين أصبحت تساوي كاف تعال نرسم منحنة صاد بيساوي سين تربيع ده بيمثل دلة تربعية نرسم من عند نقطة الأصل منحنة دلة تربعية عظيم جدا طب صاد بيساوي كاف سين ده خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل والكاف أكبر من الصفر يبقى الخط تزايدي المنطقة المحصورة ما بينهم المنطقة دي حدود التكامل بقى هتكون منين لفين هتكون من صفر إلى كاف هو قال المساحة بتساوي 9 على 2 يبقى 9 على 2 هتساوي تكامل من صفر لكاف مين اللي هتحط الأول مين اللي أعلى المستقيم ولا المنحنة اللي أعلى المستقيم اللي هو عبارة عن إيه كاف سين نقص المنحنة اللي هو عبارة عن سين تربيع تعالوا نكامل مع بعض يبقى 9 على 2 هتساوي نص كاف سين تربيع نقص تلت سين تكعيب وحدود التكامل من صفر الكاف يبقى 9 على 2 هتساوي هنعب الكاف يبقى نص كاف تكعيب نقص تلت كاف تكعيب نقص تعبط السين بالصفر هتكتب صفر فشلته يبقى 9 على 2 هتساوي نص نقص تلت يبقى 6 كاف تكعيب لو خلينا الكاف تكعيب لوحدها في طرف 9 على 2 طلع فيها السبع وعشرين لو أخدنا الجزر التكعيبي يبقى الكاف في نهاية هتساوي 3 تعالوا نشوف مع بعض الإجابة يبقى الإجابة عندنا هتكون الاختيار جيم الكاف تساوي 3 السؤال التالي الشكل المجاور يمثل منحنة دالة دالسين في الفترة من 1 ل 5 حيث مساحة المنطقة المزللة بتساوي 8 وحدة مربعة من قياس تكامل من 1 ل 5 دالسين ناقص 4 يساوي نقط برحتنا كده في سؤالنا إحنا عندنا التكامل من 1 ل 5 يطرى هيساوي 8 ولا سالب 8 هو قال المساحة ب8 بس الجزء ده أسفل محور السناد فبالتالي التكامل هيساوي سالب 8 يبقى مقياس تكامل من 1 ل 5 دالسين ناقص 4 بالنسبة لسين هنقسم التكامل يبقى مقياس تكامل من 1 ل 5 دالسين بالنسبة لسين ما استكامل من 4 من 1 ل 5 بالنسبة لسين ما بدأي أن التكامل من 1 ل 5 للدال لدال هيساوي سالب 8 لأن المساحة ب8 بس ده موجودة أسفل يبقى التكامل بسالب يبقى سالب 8 حطينا المقياس وكذابنا جوا سالب 8 التكامل الخاص بال4 هيكون 4 سين وحدود التكامل من 1 ل 5 يبقى مقياس سالب 8 تعالوا نعود مع بعض بال5 4 في 5 20 ناقص لما نعود بالواحد يبقى 4 أصبح الناتج مقياس سالب 8 ناقص 16 يعني مقياس سالب 24 طلع الناتج في النهاية بيساوي 24 بأكد تاني إن التكامل من 1 ل 5 هيساوي سالب 8 المساحة ب8 لكن المنطقة دي موجودة أسفل محور السينات فبالتالي التكامل من 1 ل 5 هيساوي سالب 8 تعالوا نشوف مع بعض إجابتنا يبقى الإجابة عندنا هتكون الاختير ده الـ 24 تعالوا نشوف بقى مع بعض سؤال بس مهم جدا هنحلوا على صبورة اللايت بورد سألنا بيقول مساحة المنطقة المحددة بالمنحنة صاد ناقص 1 بيساوي هيه أسسين ومحور السينات والمستقيمين سين بيساوي صفر وسين بيساوي كاف حيث كاف أكبر من الصفر تساوي نقطة وحدة مساحة يطرى هيه أسس كاف ناقص كاف زائد واحد إلى آخر الاختيارات هنا مش أعطين الصاد لوحدها في طرف يبقى لازم في البداية نخلي الصاد لوحدها في طرف للحصول على معادلة المنحنة تعالوا نشوف مع بعض حلنا على صبورة اللايت بورد سؤالنا قال عايزين مساحة المنطقة المحددة بالمنحنة صاد ناقص 1 بتساوي هيه أسسين وسين بتساوي صفر وسين بتساوي كاف يعني المستقيم سين بيساوي صفر وسين بتساوي كاف حيث كاف أكبر من الصفر وعند مجموعة من الاختيارات مبدأيا إحنا نقدر نخلي الصاد لوحدها في طرف يبقى الصادها تساوي واحد زائد هيه أسسين المساحة هتساوي التكامل المحدد من صفر لكاف واحد زائد هيه أسسين ده السين نكمل مع بعض تكامل الواحد هيصبح سين تكامل هيه أسسين هتكون هيه أسسين من صفر لكاف تعالوا نعوض عن السين بكاف ناقص لما نعوض عن السين بصفر هيطلع عندي كاف زائد هيأس كاف ناقص لما نعوض عن السين بصفر صفر زائد هيأس صفر هيأس صفر دي بواحد يبقى ناقص واحد فبالتالي المساحة أصبحت في النهاية بتساوي هيأس كاف زائد كاف ناقص واحد يبقى الإجابة الصحيحة هيأس كاف زائد كاف ناقص واحد ده كان آخر سؤال في حلقتنا النهاردة بس أحب أفكرك بنقطة مهمة قلتها طوال الحلقة وهي لو كانت المساحة موجودة أعلى محور السينات يبقى التكامل المحدد هتكون قمته مجابة لو كانت المساحة موجودة أسفل محور السينات يبقى التكامل المحدد هتكون قمته سالبة النقطة دي مهمة جدا واستخدمناها في أكتر من سؤال طوال حلقتنا بتمنى لكم التوفيق وفي انتظاركم في الحلقة القادمة إن شاء الله